قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون الأحد في قصف لأحد المستشفيات بمحافظة صعدة شمال اليمن تديره منظمة أطباء بلا حدود ولم يحدد مصدر القذيفة التي ساقطت على مستشفى شهارة بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة ولم تؤكد المنظمة مصدر الهجوم على الرغم من مقاتلات شهدت تحلق في الأجواء وقته وأشارت المنظمة التي تسير المستشفى منذ تشرين ثاني الماضي إلى أن ثلاثة من المصابين هم من طاقمها بينهم اثنان في حالة حارجة كمنهار عدد من المباني بفعل القصف